وارجعنا لكم مرة تانية لكن الفقرة المرة دي انسانية شوية كلها حنين حنين لعربية الفول والطعمية حنين لشارع المعلم حنين للحظة فترة مدار حنين لللمة والأهل حنين لكلمة اسمها كلمة مصر يمكن الكلام اللي احنا هنقوله النهاردة مش جديد والدول قبل كده سواء بالميديا أو بالأعلام لكن الجديد ان المخترب اللي معانا النهاردة اللي هيكلمنا عن مصر وحنين لها هو مخترب مصري أمريكا مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية هيكلمني عن الثقافة والمعلومات أو اللي سموا عن بلده وهو موجود هناك في أمريكا من آخر مرة كان موجود فيها لحد النهاردة شاف إيه اسمحوا لي أقدم لكم النهاردة الأستاذ أمير إبراهيم هو مدير مشاريع أحدى الشركات التابعة للحكومة الأمريكية وموجود هنا النهاردة معانا في الستوديو أسماء زيارته في مصر نورتني يا أستاذ أمير أنت مولود في أمريكا وأخذت الجنسية ولا أنت كنت موجود في مصر وسفرت جد من أمريكا تمام أولا شكرا على المؤدمة الجميلة أنا دخلت الأكاديمية البحرية كنت دفعت 93 واستمرت فيها سنتين وبعدين بعد السنتين سفرت كملت دراستي في أمريكا ومن هنا ظهرت أمريكا في الصورة يعني فأنا برا مصر الحقيقة جسديا إنما دايما كان قلبي جوا مصر أنا عايش في أمريكا من حوالي 24 سنة من بعد الجمعة تدركت في الوظائف يعني ومن حوالي آخر خلينا نقول 14 سنة وأنا شغال مدير مشروعات المشروعات بتدار للحكومة الأمريكية لسالة الحكومة الأمريكية يعني مشروعات بعضها مثلا طرق وكباري اشتغلت مع وزارة تيران فترة اشتغلت مع مترو الأنفاق في واشنطن فترة ودي المشروع الأخير دعنا ماسكو يعني دا كنت ساكن فين في مصر بقى قبل ما تسافر على أمريكا والله أنا من سكان مصر الجديدة تمام متربي فيها وعايش فيها معظم طفولتي يعني ومصر الجديدة لها مكان جميل يعني مكان خاص في علبي جدا يعني هسألك عن الموضوع ده بس بشكل مكار شوي تمام وإنت نازل من المطار أو إنت لاحظة الهبوب بتاع الطيارة وإحنا نازلين ومصر تبقى خطيرة ولحظة الجوازات وإنت في المطار وإنت رايح على محل قبل شفت إيه في مصر والله المرة دي كانت يعني خاصة جدا بالنسبة لي لإني أنا كنت بحاول طول الفترة اللي فاتت إني أنزل مصر طبعا أهلي هنا وأصحابي وأصحاب الطفولة فدائما ارتباطي بمصر يعني متقطاش الحمد لله إنما كنت بحاول أنزل مثلا على الأقل مرة كل سنة أو سنتين المرة دي طولت شوية لظروف شغلي فآخر مرة كنت فيها من 2015 يعني النهاردة 2020 2020 يعني تليك خمس سنين بالظبط خمس سنين آه آخر مرة كنت في مصر كان في مايو 2015 فدي كانت أولا أنا كنت مشتاق جدا لإني أرجع تاني حاجة مصر جديدة اللي أنا متربي وعايش فيها شفتها بمنظر تاني خالص كنت مبسوط باللي أنا شايفه شايف تغيير شايف تطور كبير للمنطقة دي حاجات كتير أنا وأنا بكبر في المنطقة دي كان لنا ملاحظات أو يعني ممكن نقول شكاوى منها إنما الحقيقة مصر جديدة طورت بشكل مبهر بالنسبة لي نصر بتعلمك أنا عن مصر بقى والتطور اللي فيها دمام إحنا عندنا تمويل ضخم جدا للمشاريع المختلفة والمتنوعة مش بس في مصر جديدة في كل مصر بس معنى كلمك واللي أنا شايفه في عيونك ده يمكن ما يكونش ملموس فأنا عايز أسألك سؤال مدى وصول الطفرة دي بالمشاريع عندكم بتحسوها؟ والله دي نقطة هايلة لأن على رغم من أن أنا كنت قد إيه مبسوط وسعيد باللي أنا شايفه إنما من جوايا كنت زعلان لأن السورة دي مش منقولة القصة اللي أنا حكيت هالك قصة صفري وشغلي في أمريكا أنا زي كتير أنا واحد من ألاف المصريين اللي موجودين برا بحكم شغلهم أو دراستهم أو أي كان السبب اللي موجودين لي برا مصر دايما عندنا طول الوقت حب استطلاع إيه بيحصل في مصر ونقطة الصلة الوحيدة بيننا وبين بلدنا هي الميديا فأنا كنت إعلان لأن الميديا مش موصلة للسورة الحقيقية لللي بيحصل في البلد للتطورات اللي أنت لسا كنت بتقولي عليها مش شايفين ده بأعنينة بنسمع عن أسامي مشاريع بمنتهى الأمانة إنما ما فيش ديتيلز ما فيش تفاصيل اللي بيحصل ما فيش صورة حقيقية لللي بيحصل تقدر تخلينا الواحد من جواي يحس بالسعادة اللي حاسس بيها أو اللي أنا حسيت بيها لما نزلت وشفت ده الميديا قصدت بيها الإعلام ولا قصدت بيها سوشيال ميديا والله دلوقتي ما تقدرش تفصلي بينهم وبين بعض الناس بتظهر على المعلومة في أي حتة إنما أنا قدر يعني أحط خط تحت الإعلام الحقيقي لأن هي دي وظيفته الحقيقة السوشيال ميديا ممكن كلام ساعات كتير بيطلع مغلوط يمكن ساعات بيركزوا على مثلا على حدثة هنا حدثة هناك الحاجات اللي هي مش هتفيد الشخص اللي زي اللي حب يعرف أو يسمع عن التطورات المتواصلة خلينا نقول يعني أنت يمكن الفكرة عندك هيكون مختلف عن الدايرة المصرية أنت شايف إن الإعلام إيه اللي ممكن تخيل معي ممكن يعمل إيه أو الدور اللي عليه إن هو يوصل لك التفرد والله هو الإعلام أنا بشوف إن هو يعتبر عينينا حضرتك هنا مثلا في البلد بتنزلي من بيتك كل يوم تركبي عربيتك وتشوفي بعينك كل يوم تطور اللي بيحصل أنا ده دي حاجة أنا محروم منها زي وزي الناس الكتير اللي موجودين هناك فبطبيعة الحال لازم أعتمد على الإعلام إن هو يبقى عيني اللي أقدر أشوف بيها اللي أنا مش قادر جسديا أني أحضره أنا ما بشوفش إن ده بيحصل أنا ما بشوفش إن السورة دي بتتنقل واضحة أو تتنقل بأمانة خلينا نقول والإعلام الخارجي سواء كان الأمريكي أو الغير يعني بحكم طبيعتهم هم دائما بيركزوا على الحاجات أولا اللي فيها مصلحة ليهم تاني حاجة على الحاجات الحاجات السيئة لكن فين النظرة الحقيقية فين النظرة بتاعت يعني كل يوم الصبح اللي أنت بتشوفيها وأنت نزل شغلك التطور الجميل اللي أنا شايفه في مصر جديدة على الفكرة مصر جديدة ما هياش حالة وحيدة أنا جالي الفرصة أن أنا أشوف التجمع مكان في موتال جمال كنت بس معا عنه كتير لها صديق مقرب لها جدا فرجني على العصمة الإدارية حاجة في موتال جمال أنا أوليك العالمين بقى أنا متشوق جدا أني أشوفها أنا الحقيقة جاستي قصيرة شوية بس إن شاء الله يعني أحاول على أل أن أنا يكون لها على أل زيارة يعني أنا عايزة أسألك في حتة خاصة بقى بالمجتمع الأمريكي في البلد المتحدة الأمريكية البيروقراطية أمريكا بلد حريات أمريكا بلد فيها توصف النشاطات عموما وابتدل في المتحدة الفرصة كل حي بسألك عن البيروقراطية الخاصة بالشركات حدها لفين؟ بأمانة ما تخافش مش هيشوف بنتهى الأمانة بحكم شغلي زي ما قلت حقيقة أنا اشتغلت مع وزارة التيران اشتغلت مع مصالح حكومية كتير وعلى فكرة ده مش سير أمريكا مشهورة بكمية البيروقراطية العالية جدا جدا وده لي دايما نتائج في بعض الأحيان بتبقى سلبية وكتير من المشروعات اللي أنا شفتها أو أنا حضرتها بيحصل مسألة من الكونجرس وبيحصل مسألة من الحكومة بسبب البيروقراطية اللي دايما تأثر على موعيد يعني انهاء المشاريع دي فالناس اللي اشتغلوا وخصوصا في المشاريع القريبة من الحكومة لمسوا بأيديهم قدقية البيروقراطية لها مفعول سيء بس خلينا نقول ان دي حاجة نسبية وموجودة في كل البلاد بس طالما انها في الرينج الطبيعي لان دايما فيه اجراءات دايما فيه النوع ده من المعاملات مع الحكومة مش هتقدر يتتجنبين بني وبينك كلها فكرة تسويق اكيد هي بتعرف تسويق نفسها صح طبعا وعشان كده احنا هم شاطرين في دي هم شاطرين في دي هم شاطرين في دي انا عن نفسي في منطقة الفخر ما انا هسألك عنهم بس خلينا اسألك الاول انت نتكلم عن الحرية الموجودة في امريكا ومعروف عن امريكا انها بلد الحريات الجرين كورب الدولار كل الحيش المرتاح كده بتتسويق تمام بترجع مصر ليه ده سؤال لا اقول سؤال المليون دولار زي ما بيقول الحقيقة انا كنت محظوظ في اني جاتلي الفرصة ان انا اروح الدول تانية سواء كان مع الشغل او سياحة يعني انما مش هقولك عشان عشان اهلي وصحابي ده شيء طبيعي انما في حاجة في مصر مش موجودة في اي حد بنسمع عن الشواطئ احسن شواطئ في العالم في اسبانيا وفي اليونان وكده انما في حاجة في مصر مش موجودة في اي حد فكرة ان الحياة الاجتماعية حضرتك اتكلمتي عن الحريات وعلى الدولار وعلى الحياة السهلة والنظام الجميل في الشوارع وكل حاجة انما فكرة اني بعد الشغل قادر ارفع سماع التليفون واتجمع انا على اقل وخمسة من اصحابي في ظرف ربع ساعة نكون موجودين او نتجمع في بيت حد فينا او نتجمع على عربية الفول الشخص المهندس او الشخص الغني زي وزي الشخص الفقير بيقف نفس الوقفة دي حاجة انا مش هدهش في حد تاني يا باش مهندس خليني اسمحي اقولك الناس كلها عايزة تسافر او عايزة تسيب مصر كلهم بيحلموا بالحلم الامريكي اللي انت بتقوله ده معناه ان مصر حلوة طب حاول تكنعني شوي عشان المشاهد انا باكلمك بصراحة والله انا فاهم كلنا هنا في مصر مش متخيلين او متسوق لنا ان امريكا هي الحلمر مرتاح الفرصة الزهبية فكلنا اي حاجة بتحصل انا عايزة سيفر انا عايزة انا عايزة انا عايزة سيف البلد دي فعلا انت شايف ان مصر حلوة بصي انا انا هرد على سؤالك بس يعني بطرقية مختلفة في مثل امريكي دايما بيقوله ما معناه يعني انه يبقى فيه سور دايما الشخص اللي واقف على الناحية دي يحاسس ان الزرع اللي من الناحية التانية من السور بيطرح اكتر والشخص اللي واقف الناحية التانية عنده نفس الفكرة فكرة السفر وان الواحد يتطلع للاحسن حاجة مشروعة مقدرش هلوم عليها حد انما احنا بطبيعتنا كمصريين انا اسمعت مثل اول ما سبت مصر عالق في ذهني لحد النهاردة بيقولوا ان المصري دايما بيحلم وبيجمع فلوسه لانه يسافر يسيب مصر ومجرد ما يسيب مصر يبدأ يحلم باليوم اللي هيرجعها تاني المثل ده حقيقي فعلا المثل ده حقيقي وانا مش بطبقه على حالتي انا بس انا شفت نمازج كتير جدا لناس نجحة واخدها مراكز قوية جدا في وظيفها برا مصري يعني بمنتهى البساطة ياخد القرار ان هو ينهي علاقته في البلد دي ويرجع مصر دايما المصري عارف ان هو في يوم الايام مسيره انه يرجع ممكن الخطوة دي هياخدها السنة دي ممكن هياخدها كمان عشر سنين ولو عنده اسرة واطفال بيبقى عارف ان الخطوة دي جاية النهاردة قبل بكر انتماءنا ما حدش يقدر يزايد عليه وما بيضغيراش مهما كان الاغراءات الفلوس وبرده ارجع اقولك ان الحاجات دي كلها حاجات مشروع انما في النهاية احنا مسيرنا هنا كلمتيني عن ان انتك شفت نقول علامات مضيئة بالنسبة لمناصب معينة في امريكا انا عايز اسألك انت شايف ازاي نقدر نخلي العلامات دي او الكوادر دي تقدر تشارك في النهضة المصرية اللي موجودة حاليا سؤال تاني هاي اول يعني يعني فيه طفرة بتحصل على فكرة في المشاريع المتنوع ازاي نقناهم شاركوا في مصر طيب انت مش محتاجة تغنائهم تمام انت محتاجة تعرفيهم وده رجعنا للنقطة بتاعت تأثير الميديا على ان الرسالة بتوصل ولا لأ لو لو الناس اللي زي او الكوادر اللي كان من كان فيه ناس احسن مني بكتير انا مش عايز اخد نفسي كمثال انما انا بكلمك من واقع تجربة شخصية فيه ناس لو عرفت او شافت اللي انا شفته النهاردة وحست اني ليها دور انا اضمن لك وانا مغمض ان الناس دي من بكرة هتبقى هنا بدون تردد مهما كان التضحيات من نواحي المادية او ايا كان انا متأكد الف في المية زي متأكد ان انا قاعد داخل حضرتك دلوقتي ان الناس دي هتيجي وتشارك لان ما فيش احسن من ان الواحد يشوف نتاج شغله بيتحقق قدامني فما بالك بقى دا لو كان في بلدك طيب دا بالنسبة للمصريين او الجالية المصرية انا باخد منك المثال دا في امريكا وغير امريكا طيب انت بطبيعة عملك انت بتتعرف على اصحاب رؤوس اموال اصحاب شركات ومشروعات كبيرة في مقتلب برضو المشاريع انت شايف ان ليهم فرصة استثمار جيدة بربح جيد هنا في مصر مع فرق العملة الدولار خلي بالك على فكرة فرق العملة دا ما هو شيء جيد مش مش شيء سلبي المستثمرين محتاجين يعرفوا ان المكان اللي هيستثمر فيه فلوسه اولا هو يهمه ايه من الاستثمار؟ حاجتين اول حاجة العقد يبقى عارف ان الدولار اللي بيحطه او المبلغ اين كانت العملة اللي هيحطها هيجيله منها عائد ربح مش كده دا الهدف من الاستثمار في الاول وفي الاخر تاني حاجة محتاجي يحس ان هيبقى ليه دعم معنوي مادي من ناحية الافراد من ناحية ان هيقدر يلاقي القوى العملة او الايد اللي تساعده ان هو ينجح المشروع بتاعه ومعلش انا هارجع دايما تاني لنقطة ان الدور اللي بتقوم به الميديا هو دا عليه العامل الاساسي لو وصل للمستثمرين دول فكرة ان احنا عندنا البيئة الخصبة او المجال المناسب لان هما يستثمروا فيه اي استثمر فيه ريسك اي استثمر فيه مجاسفة اوكي ولكن لازم تكون مجاسفة محسوبة لو الشخص او المستثمر عارف ان هو البيئة خصبة وجهزة لانه يحط استثمر فيها ويستثمر من وقته من فلوسه ومجهوده كل دا انا ما ظنش ان الناس دي هتتردد انا ناوي ان شاء الله انقل الصورة اللي انا شفتها بحدود امكانياتي انا لا ادعي ان انا عندي قوة الاعلام ولا كده انما انا هنقل الصورة اللي انا شفتها بعيني نا انا هساعدك استنى بس شوية عليها هساعدك ازاي وانت نازل انت قلت ان انت كنت موجود من سنة 2015 ل2020 خمس سنين حضرت فيها حاجات كتير جدا سواء كانت ايجابية او سلبية انا بسألك بقى عن الشعب المصري انت شايف ان الشعب المصري من اخر زيارة لحد وجودك النهاردة في الزيارة اللي انت موجود معنا فيها في الاستطافة دي فيه سلوكيات عنده اتغيرت ايجابية او سلبية بص حضرتك انا حتى انا ما نعزلتش عن الشعب المصري حتى في الخمس سنين الاخرانيين دول على رغم من اني ما كنتش في مصر انما واشنطن فيها جالية مصرية كبيرة انا لها اصدقائي مقربين اللي قدر اقولهلك ان المصريين عندهم قدرة على النجاح ايا كانت الظروف اللي بتحطوا فيها انا دي نقطة نفسي توصل للمصريين اللي موجودين هنا احنا كمصريين انت بتكلمنا احنا انا انا عايز كل واحد مصري هنا يعرف ان هو ناجح حتى لو ان الظروف شدت عليه او الظروف كانت قاسية بسكون ووقف على رجلين نهاردة وقادر ينزل الشغل ويعمل اللي المطلوب منه ويعمله دي علامة كبيرة للنجاح كون ان هو قادر يكمل في ظروف ممكن تكون اصعب من موقع تاني ده مش معناها ان هو فشل ده معناها ان هو عنده القدرة غير افراد تانين ان هو يحقق ده علشان كده المصري لما بيتحط في بيئة خلينا نقول افضل او اسهل اول واحد بيلمع اول واحد بيتفوق المصري فانا نفسي اوصل الرسالة دي للمصريين اللي هنا نفسي اوصل الرسالة للمصريين اللي حاسين ان فيه نوع من التحدي وقفه ده لا انت انت ناجح نشيل طبع الحزن اللي بنشوفه في عيونه ومحنا مشيه انت قوي بصي شعب المصري ما بيحبش الحزن الشعب المصري ملك النقطة بيقوله وبيطلع النقطة على اكتر حجم دايئة فهو بديه بيتغلب على الحزن الشعب المصري ما بيحبش الحزن الشعب المصري اكتر شعب بيتحك وانزلي بالليل ساعة اتناشر ساعة واحدة ساعة ثلاثة بالليل انا عمر في حياتي ما شفت شعب او ناس بتبضل على الاهاوي والكفاهات ويخرجوا مع بعض حد الساعة ثلاثة او ساعة اربعة الصبح والساعة تسعة بيبقى في شغله ما عادش عنده الخدرة دي انا الحقيقة انا بوضع شعب من كده وانا هناك بس انا هنا مستمتع بدا انا مستمتع وانا بشوف على وشوش الناس لحد وقت متأخر من الليل ان هما عندهم حب الحياة وحب ان هو يفرج عن نفسه ان هو يستمتع بوقته مع اصحابه ومع عائلته او دي حاجة دي حاجة بالنسبة لي مهمة انا انا اجازتي انا كان عندي الامكانية ان انا اروح اي مكان تاني وانا زي ما قلت حقيقة انا جات لي تفرصة يعني ان انا انا رحت زورت اسبانيا وايطاليا وزورت امريكا الجنوبية تقريبا بالكامل يعني انما انا كان مهمة بالنسبة لي ان انا انزل مصر ااخد شحنة طاقة ايجابية من الناس سفرنا معك امريكا ورجعنا تاني هقولك ازاي تمام عايزك تقولي يوم من ايامك اللي هناك في امريكا ويوم من ايامك هنا في مصر ولو حتى كان زمان يعني امريكا الحياة في امريكا جفة جدا يعني اللي مخرجش برا مصر اتفقنا ان فكرة الاجتماعيات محدودة جدا جدا امريكا وقاصرة يمكن على الويك اند او يعني احنا الويك اند هناك عندنا سبت وحد مش شكوا معنا سبت يومي العادي انا بصحى منهم حوالي ساعة خمسة صباحا اذا كان عندي فرصة ان انا بنزل الجيم ساعة وبعدين منها على مكتبي وبعرف ان انا على القلم قضي عشر ساعات في المكتب برجع من شغلي يعني الطاقة اللي عندي تكاد تكون معدومة تكاد تكون معدومة فاذا جات لي الفرصة ان انا استمر يعني اقعد مثلا ساعة او ساعتين بالكتير مع اهلي ومع اصحابي الحياة زي ما قلت حضرتك الحياة الاجتماعية لو تقابلنا مثلا كعائلات بتبقى مثلا ساعة او ساعتين بالكتير وقت الويك اند وهي دي الحياة الحياة روتينية جدا جدا فكرة ان اخبط على الباب اللي جنبي لو انا محتاج حاجة واسأل على حد الكلام ده مش ويرد يعني انا عيشت في مكان انا عيشت في شقة حوالي خمس سنين ما عارفش من الساكن جنبي انما هنا لو دخلت شارع الناس هتعرف اذا كنت انت من اهل الشارع او غريبا او بنت الحارة دي حاجة مفتقدها وحاجة يعني ما شفتهاش في مكان تاني وهنا في مصر بقى نرجع لمصر اليوم بتاعك في مصر عامل ازاي؟ بحكم ان انا في اجازة بحاول اشوف على قد ما اقدر يومي بيبدأش هنا خمسة صبح طبعا بس بحاول من بداية اليوم ان انا انزل اشوف الاماكن اللي انا مفتقدها الاماكن اللي انا اسمعت عنها زي ما تفضلتي العاصمة الادارية كان يوم زريف ان انا رحت شفتها بارح كنت في التجمع بحاول اشوف الناس اللي انا ما شفتهمش بقى لي خمس سنين انا جزوري هنا اه اه بحب ان انا يعني دايما انا بقى مرتبط اصحابي اه اصحابي باعتبرهم زي اهلي اعني اه انه مكنش اكتر ممكن انا يزعل الناس مني بس اه اه بس اه مكانتهم عامدي كبير راح احب دايما ان انا سلطي بيهم ما تتقطعش فيه هناك اكلات مصرية ممكن اخدك لو قلتلك ان مثلا المنطقة اللي انا ساكن فيها في محل واحد بس بيبيها كشري والطلب عليه يعني اقبال مش ملاحق اه عبتل اكلة بتحبها ايه لا انا من ساعة ما جيت هنا انا عملتش رائعيني باكل طب بص باع بعد الحلقة والفترة دي اسمح ليعزمك على احلى اكلة كواني كوارع من اجمل مصمت الحدي انت جيتي على لحمة راس وكوارع والله طيب خلاص متشكر جدا لك تشرفت جدا شكرا لحضرتك نورتنا وشرفتنا كانت معاكم ريهام المهدي في علامات مضيئة وتمنى ان انا اكون قدمت لكم علامات مضيئة ونادرة ومشرفة تابعونا الاسبوع القادم ان شاء الله يوم الخميس الساعة السلام عليكم شكرا لكم اشتركوا في القناة